أهلا بكل متابعينا في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الأسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 24 يونيو وبينتهي بيوم الجمعة 30 يونيو وحنشوف تأثير الحالة الفلكية خلال الأسبوع ده هيكون ايه على موليد برج الميزان الأسبوع ده موليد الميزان عندكم يومين الحظ بيحلفكم خلالهم اليومين دول هما يوم الاتنين والتلات يوم الاتنين والتلات الأمر هيكون في برجكم وبيديكم منتهى السحر والتقلق والجاذبية وكمان عندكم ثقة بالنفس أكتر وده يساعدكم إنكم تأثروا جدا في كل اللي حواليكم وتعرفوا تفردوا إرادتكم بمنتهى اللباقة وبمنتهى الزكاء كمان في يوم الاتنين والتلات تعرفوا نقط تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر بس بما إنه في يومين الحظ بيحلفكم خلالهم لكن ده معناها إنه في خمس ايام لازم تكونوا منتبهين خلالهم مش شرط يكونوا خمس ايام وحشين لكن يتطلبوا نوع من الحظر في بعض الحاجات أول حاجة يوم السبت والحد الأمر هيكون في المنزل الاثناشر ده منزل الصحة السلبي فمهم جدا في يوم السبت والحد إنكم ما تعلنوش خطاتكم هو كمان فيه تنافر فلكي في منازل الصحة خلال يوم السبت والحد وبالتالي يعني مهم جدا إنكم تكونوا منتبهين لصحاتكم أكتر وترتبوا جهودكم يعني تنظموا الجهود ما تضيعوش تقتكم في شيء ملوش لازمة مهم ما تشتتوش نفسكم في أكتر من عمل والنصيحة المهمة جدا إنكم تحافظوا على السرية والكتمان ما تعلنوش خطاتكم وتبعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم ده في يوم السبت والحد أما دول أول يومين في الأسبوع أما في آخر ثلاثة يام في الأسبوع من أول يوم الأربع لغاية يوم الجمعة الأربع والخميس والجمعة الأمر هيكون في المنزل الثاني ده بيخلي تركيزكم أقل وحيكون كمان فيه تنافر فلكي ما بين الأمر والمشتري ده في يوم الخميس ويوم الجمعة فيه تنافر فلكي ما بين الأمر وأورانوس وبالتالي يعني الثلاثة يام دول لازم ما تغمروش فيهم ماليا لأن التنافر حصل في منازل المال فضروري أنكم ما تغمروش في أي قرارات مالية في أي قرارات بيع أو شراء من أول يوم الأربع لغاية يوم الجمعة ثلاثة يام مهم جدا خلالهم أنكم تراجعوا كويس لو في الشغل تراجعوا كويس كل خطوة قبل ما تنفذوها عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتسبب ليكم في خسائر أو تتمسك ضدكم ده بالنسبة للشغل في الفلوس زي ما قلنا من أول يوم الأربع لغاية يوم الجمعة ثلاثة يام ضروري أنكم تبعدوا عن أي مغامرات في بيع أو في شراء يعني قرارات البيع ممكن ما تكونش موفقة كمان القرارات الشراء حاولوا تتجنبوا التبذير وتبعدوا عن أي قرار متسرع في شراء حاجات ملهاش لازمة يعني الحاجات اللي مش ضرورية ما فيش داعي أنكم يعني تروحوا ليها كمان بالنسبة للحاجات بتاعتكم للمقتنيات بتاعتكم مهم جدا أنكم تاخدوا بالكم بما أنه في تنافر فلكي وعدم تركيز فلازم تاخدوا بالكم من حاجتكم لأن عدم التركيز ممكن يخليكم عرضة أنه حاجة تقع تضيع يعني تقع منكم أو تكسر أو تضيع فتاخدوا بالكم من حاجتكم تركزوا تتحركوا بالراحة لشان ما يحصلش أي خسائر كمان في الكلام برضو مطلوب منكم عدم المغامرة في كلامكم أو عدم المغامرة في أنكم تدوا وعود مش مدروسة من أول يوم الأربع لغاية يوم الجمعة حاولوا تراجعوا كويس كل كلمة بتقولوها قبل ما تقولوها علشان ما تضطروش أنكم تتراجعوا عن كلمة دتوها أو عن وعد الدتو وعشان ما تندموش على أي كلمة قلتوها بس حافظوا على الحاجات اللي قلناها وإن شاء الله الأسبوع كله يكون حلو كل أسبوع وإنتوا طيبين اشتركوا في القناة